وصل وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل اليوم حيث أنه من المتوقع أن يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات ملموسة لتقليل الضرر على المدنيين في غزة خلال زيارته لإسرائيل والشرق الأوسط وقال بلينكين للصحفيين قبل مغادرته واشنطن أن الولايات المتحدة عزمة على منع التصعيد على كل الجبهات بما في ذلك جنوب لبنان والضفة الغربية أو أي مكان آخر في المنطقة مشيرا إلى تصميم الولايات المتحدة على ردع أي تصعيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة